أختي تومت فعاليات التدريب البحري المشتركة الدولية IMXCE 22 والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية تضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة لأعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية اختمت فعاليات التدريب البحري الدولي IMXCE 22 والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية وتضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرنس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب أعمال التعامل مع المركبة المصيرة آليا التي تعمل تحت سطح البحر وذلك للتدريب على أحدث الأسليب العالمية في مجال مكافحة الألغام البحرية ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية يأتي التدريب IMX CE 22 في إطار تطوير قدرات القوات البحرية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ الأعماليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مصرح العمليات بالبحر الأحمر